وزارة الدفاع الأمريكية تنشئ وحدة مكلفة رسمياً بدراسة الأجسام الطائرة المجهولة هذه الأجسام صور البنتاجون بعضها وسط مخاوف من أعمال تجسسية أو اعتداءات تكمن وراءها خبراء عسكريون يؤكدون في هذا الإطار أن الظواهر الجوية المجهولة لا علاقة لها بقادمين من الفضاء فما هي هذه الأجسام وما الذي يمكن لخلية العمل على الظواهر الجوية المجهولة أن تفعله في هذا الصدد ينضم إلينا من واشنطن الخبير في مركز الشرق الأدنى لدراسات الاستراتيجية سيد ديفيد روش سيد ديفيد سؤال كبير يطرح اليوم بعد هذا القرار أن تنشأ وحدة تهتم مباشرة بدراسة الأجسام الطائرة المجهولة يعني أمر يحتاج إلى توضيح ما هي هذه الظواهر وما الخطر أيضا الذي تشكل على الأمن القوم الأمريكي إنه سؤال وجه أولا طبعا هذا ليس جديدا كان هناك هيئة في أعتقد في 2010 وكانت من الحزبين والرجل الذي مول هذه الدراسة هو هاري ريد والذي كان طبعا زعيم الديمقراطيين في ذلك الوقت ولكن التهديد هو أنه ربما هذه تكنولوجيا جديدة تستعمل من دولة أجنبية ونحن لا نعرفها إذن أعتقد أن هناك قلق ليس هناك قلق بشأن غزاة من الفضاء ولكن بشأن تكنولوجيا التي ربما لا نعرفها نحن لكن وضع خلية سيد ديفيد للعمل على هذه الظواهر تجعلنا نتساءل إن كان بالفعل لدى الولايات المتحدة بعض المعلومات الدقيقة فيما يخص تحريكها يعني في مقدمة هذا الموضوع تحدثنا عن صور تم بثها عن فيديوهات تشير إلى تحركات غريبة العالم أجمع يتساءل عن هذه الظواهر هل بالفعل اليوم بات لت الولايات المتحدة معلومات أوفة وواضحة أكثر الولايات الحكومة الأمريكية لربما لديها معلومات أكثر بكل تأكيد وتخفيه عن الشعب لأنه يقال إن لديهم عينات ولا يمكن أن يعرضوها على الملأ ولكن كما قلت هذا ليس ظاهرة جديدة قبل عشرين سنة في إنجليترا كانت تلك الحقول التي ظهرت فيها آثار وكل الخبراء في ذلك الوقت قالوا بأنه لا يمكن تفسيرها علميا وأنها ربما جاءت من الفضاء إذن الهدف هو أن نحل هذه الإشكالية أعتقد بأن الأمر لا يتعلق كما قلت بالخوف من غزو من الفضاء كما يظهر مثلا الأمر يتعلق بقوة أجنبية في العالم لديها تكنولوجيا ربما تريد أن تتلعب بنا وتتجسس علينا الأمر يتعلق فقط بالتأكد بأنه ليس هناك هنا أحد في الأرض وليس في الفضاء يستغلنا ويتجسس علينا يرى العسكريون الأمريكيون أن الظواهر الجوية المجهولة سيد ديف لا علاقة لها بقادمين من الفضاء بل بخصوم حقيقيين جدا للولايات المتحدة الأمر الذي أشرت إليه الآن هل نعرف من هي هذه الجهات التي تتحكم بشيء في الفضاء لا نعرف أي شيء عنه للتجسس على دولة أخرى أي أحد يمكن أن يتجسس على الولايات المتحدة نحن مجتمع منفتح يمكن أن تدخل إلى الكمبيوتر مثلا وتحصل على صور للبنتاجون من الأقمار الصناعية المواضع العسكرية وغيرها يمكن أن يكون أشخاص يجربون تكنولوجيا جديدة مثل الصواريخ في العشرينيات والآن طائرات الدرون كما قلت أحد الأشياء التي حددت بأنها تكنولوجيا أمنية قوية هي المركبات التي يمكن أن تستعمل لإطلاق الصواريخ وحينما نرى شيئا الصور التي أظهرت بأن تلك الكائنات سريعة جدا طبعا هذا مثير للقلق للولايات المتحدة وطبعا سيكون من السخيف أن تجهل ذلك هل يمكن أن يكون هذا كما قلت من الفضاء؟ لا أعتقد بأن طبعا البنتاجون يريد أن يعرف من على الأرض الذي فعل ذلك هل تتوقعون أن تكون هذه الأجسام الغريبة طائرات مسيرة مثلا؟ نعم أعتقد بأن هذا احتمال كبير نعم هو أحد ربما أكبر الاحتمالات لأنه في تحركاتها من اليمين إلى اليسار ومن الأعلى إلى التحركات الأفقية وغيرها وربما أيضا ربما جسم مثلا يعمل على التقاط الظروف الظروف الجو وغيرها وخرج عن مساره ولكن بكل تأكيد كما قد وزارة الدفاع تجرب هذا الأمر وتحاول التحقيق في هذا حتى وحينما مثلا جربنا طائرات سرية في سبعينيات وثمانينيات في الماضي العديد من تلك التجارب طبعا نظر إليها الشعب أو العامة على أنها كائنة فضائية ولكنها كانت عكس ذلك سنكون بانتظار هذه التحقيقات شكرا جزيلا لضيفنا منو غاشنطن الخبير في مركز الشرق الأدنى للدراسات الاستراتيجية سيد ديفيد ديروش